شاهدين إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم حيث اعتبار يوم غد الأحد وحتى يوم الأربعاء تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي مختلفة الشدة في الزمان والمكان مشاهدين فاصل ونواصل مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ من يوم الأحد حيث يوم الأحد تبدأ حالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على المملكة وبالتالي تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة تبدأ في المناطق الشرقية تمتد بعد الظهر لتصل إلى المناطق الوسطى وبعض الشمالية وشمال المناطق الجنوبية هذه الأجواء تصبح غائمة جزئيا وأيضا تسقط زخات رادية من المطر تكون أحيانا غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وحدوث بعض السيول في الأماكن المنخفضة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 26 والصغرى 17 المرتفعات الوسطى 22-15 المرتفعات الجنوبية 19-12 الأغوار حوالي 30 العظمى والصغرى بحدود 20 درجة مئوية العقبة أيضا 30-20 مع احتمال وفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا المناطق الجنوبية الشرقية 22-13 أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رادية من المطر وأيضا المناطق الشرقية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رادية من المطر 24-13 يوم الاثنين تزداد حالة عدم الاستقرار الجوي قوة وبالتالي يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتصبح الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في معظم مناطق المملكة وتسقط زخات رادية من المطر بين الحين والآخر تكون غزيرة أحيانا تؤدي لارتفاع منسوب المياه وحدوث بعض السيول وأيضا خاصة في الأماكن المنخفضة والأودية العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 24 والصغرى 16 المرتفعات البسطة 20-13 المرتفعات الجنوبية 18-10 الأغوار 30-20 وخليج العقبة 30-19 البادية الجنوبية الشرقية 22-12 والبادية الشرقية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رادية من المطر تكون غزيرة أحيانا 23-14 درجة مئوية اليوم الثلاثة أيضا يستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي لكن بشكل أقل وبصورة أضعف تبقى الأجواء غائمة جزئيا ويطرع انخفاض على درجات الحرارة وتصبح الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا المرتفعات الشمالية 21-14 مع فرصة لسقوط زخات رادية من المطر المرتفعات الوسطى 18-11 مع فرصة لسقوط زخات من المطر أحيانا والمرتفعات الجنوبية 15-8 أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة أحيانا وأيضا الأغوار 28-18 درجة مئوية وخليج العقبة 27-16 البادية الجنوبية الشرقية غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رادية 21-9 والبادية الشرقية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رادية تكون غزيرة أحيانا 21-11 درجة مئوية يوم الأربعاء تضعف حالة عدم الاستقرار الجوي لكن تبقى الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رادية من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة المرتفعات الشمالية 19-12 المرتفعات الوسطى 15-9 والمرتفعات الجنوبية 13-6 أجواء غائمة جزئيا باردة نسبيا وأيضا الأغوار حوالي 26-17 وخليج العقبة 25-17 والبادية الجنوبية الشرقية 17-8 والبادية الشرقية 20-9 درجات مئوية يعني بعد يوم الثلاثاء سنشعر بانخفاض درجات الحرارة وببرودة الأجواء أكثر إن شاء الله يوم الخميس أيضا انخفاض آخر على درجات الحرارة أجواء غائمة جزئيا باردة نسبيا لكن تستقر الأجواء تدريجيا المناطق الشمالية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط بعض الأمطار في ساعات الصباح الباكر 19-3 المرتفعات الوسطى 16-10 والمرتفعات الجنوبية 13-9 أجواء باردة والأغوار 26-18 وخليج العقبة 25-17 والبادية الجنوبية الشرقية 18-9 والبادية الشرقية 19-11 درجات مئوية أما يوم الجمعة فاستقرار آخر واضح على درجات الحرارة أي استقرار على الأجواء وارتفاع على درجات الحرارة لتكون تقريبا قريبا من معدلاتها أو أقل بقليل أقل بحوالي درجة إلى درجتين العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 21-13 مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة المرتفعات الوسطى 18-12 المرتفعات الجنوبية 16-9 والأغوار 28-18 وخليج العقبة 27-17 البادية الجنوبية الشرقية 19-10 والبادية الشرقية 20-11 درجة مئوية إذن أجواء غير مستقرة من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء مع سقوط زخات متفرقة من المطر مختلفة الشدة في الزمان والمكان وأيضا أحيانا وعلى فترات مشاهدينا نتمنى لجميع السلامة وشكرا لمتابعتكم النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن Leaders Center يونيغارد للعزل المائي اعزل صح المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة